نهاية الرحمن الرحيم سوف نبدأ بشرح الفيزيكوزيتي طبعا هذه الخاصية كثير كثير مهمة سوف تسألح لك ماذا عن الفيزيكوزيتي اكيد لو تمسك الكلمة ودي على جوجل رح يطلع لك كلمة اللوزوجة اللوزوجة هذا هذه الخاصية مهمة وهذه الخاصية يعني رح نستعملها كثير كثير بالمادة يعني بالمادة بعض الأسئلة نهائية هو الخطوة منها اللوزوجة هل تشوف فكرة اللوزوجة هل أندك أنت هذا الواء و أندك هذا الواء ثاني و أندك هذا الواء ثاني أم بيت هذا مي أم بيت هذا مثل أن السل أوزيبر إلي أبيدك هنا كيف بيت ذوبين أبيص فبلي إيك سا أبيصف فبلي إيك هذا وتر وهذا عسل تمام بتلاحظ ان المي عبت لحد هون اكثر من هون يعني بتلاقي المي لما وصلت له هون العسل كان بعده هون مثلا تمام يعني انه تدفق المي اكثر من تدفق العسل مش تدفق البساطة انت تترك المي بكل هر تترك العسل بشكل هر مين بيعب اكثر مين بيعب اكثر تقول الواتر بيعب اكثر يعني تماسك الجزيات بعت المي اقل من تماسك الجزيات بعت العسل بالتالي هذا الاشي بكون اشي اسمه اللزوجة اللزوجة اذا كانت كثيرة بكون تدفق بطيء شو هنه تدفق وتحال ارجع للاول شابتر شو اللي بسبب التدفق اصلا رح تحكي لي الشيري سترس معناته اللزوجة بمقاومة الماء للشيري سترس مقاومة الماء للتدفق مقاومة مقاومة الماء للتدفق او شير سترس اللي هو اجهاد القص اللي هو اجهاد القص مقاومة الماء للاجهاد القص نحن حكينا بسبب التطفق إجهاد القص طيب لما يكون تطفق قليل يعني إجهاد القص مش إنه قليل إنه الماع بيقاوم إجهاد القص أصلا بيقاومه فأضوى التعريف الأساسي طبعا إلى تعريف ثانية في إلها رمزين أو بشكل عام إلها نوعين في نوع الرمز ميو رمزة الأصلي ميو اللي هي Absolute Physicality أو Dynamic Physicality تمام مقاومة الماع للتشوه بسبب إجهاد القص وتعتمد قيم اللزوجة على قوة تماسك بين الجزئات وتبادل الزخم هاي الزخم بين طبقات الماع طيب كيف تميز اللزوجة حكيت عنها عسل ما عسل طيب حسنا نحكي عن الحسابات إحنا نستنتج قوانين ونشتق الزباء لللزوجة لو تخيلت أنت عندك صفيحة زي هيك طبعا هيك هي اشتقاقة يعني هي مش إنه إليك يحفظ أو شي لا كيف تشتق اللزوجة كل بطاطة لو أنت تخيلت عندك أنت صفيحتين تمام صفيحتين صفيحة ثابتة هاي الصفيحة ثابتة يعني ما بتتحرك وهاي الصفيحة متحركة يعني متحركين أنا بتفشها بقوة قرص وتمشي في فلوستي معينة تمشي في فلوستي معينة تمام هون في سائل تمام في مفكرة بالمص تمام أم تخيل أنه دوة مثلا زيبق ميركوري تخيل أنه دوة ميركوري اللزوجة أكثر ليش؟ لأنه أنا لسائل تضفق أو تحركت الصفيحة بشكل أبطا يعني في أنتي فورس مقامة لها قوة قوة الفريكشن قوة الفريكشن هاي بمثلوها بالفسكوسيتي أنه أنا عندي كل ما زلت قوة الاحتكاك بتصير أنه الحركة أقل بتصير الحركة أقل في تفسير اللزوجة أسه بيحكي لي بكل بساطة لو أنا مساحت الخربيش اللي دوة قلت لك أنا عندي هذا هو الارتفاع بين الصفيحتين يعني ارتفاع السائل وأنا عندي الصفيحة كانت هون صح؟ بدلنا ما تحركت صارت هون مثلا يعني صارت هيك يعني هاي بعد الحركة فكيف صارت تتحركت معي مثل هيك تمام؟ بحكيت لك أنه هذا هو الارتفاع وهو السرعة اللي مشتها يعني مش مسافة سرعة U أو V فبحكي لك أنه تاني الزاوية U أو Y تمام؟ U أو Y فإحنا بس إحنا تكون هاي المسافات كثير كثير صغيرة فبنسميها D U و D Y تمام؟ تمام؟ هذا الاشي D U أو D Y اللي هي تاني الزاوية هي تتناسب مع الشير الترس تتناسب مع الشير استرس وهذا التناسب هو عبارة عن الميو هذا التناسب هو الميو اللي هو الديناميك في أو الابسوليوت هاي الشير استرس بس تناسب مع D U أو D Y وهو السلوب يعني فعليا فالشير استرس يتساوي ميو في D U أو D Y هذا هو القانون قانون تبعنا هذا هو القانون تبعنا المصطلحات في مصطلحات لازم تغرفها هاي المصطلحات هاي المصطلحات هاي المصطلحات كثير كثير مهمة ليش مهمة يعني بالإنتقنات تتجي على شكل أسئلة تحفظ مثل هاي المعادلة اللي فوق شو اسمها هاي الشير استرس بتساوي ميو في D U أو D Y شير استرس بتساوي ميو في D U على D Y هاي هاي تتموها نيوتن لو أفستقنون نيوتن لللوزوجي ستساوي وثو بسموه بسموه أو نيوتن فاللوزيتي لو نتلل إشياني فالرات أوف تشينج ما شفت هذا الثراث بالامتحان ضع دائرة بتحط أولها فباب إذا بقدر أحكي إنه الشير استرس بتناسي سبطاديا مع أو مع أو 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 أي ديناميك فلسكوسيتين نوتن دول تكنتا متر تربيع او كيلو جرام متر دول تكنتا فراضهم عادة مش صعبة مش صعبة احنا منعرف منعرف انه الشير سترس يتعام ميو في ديو على الواي الشير سترس وحدته نوتن عملته مربع والميو انا بتعرف شو وحدتها بخليها ميو الديو وحدتها متر لكل سكنت والواي وحدتها متر صح ولا لا وحدات نظام محتاج ايه فبالتالي ايه شو بصر عندي برط بالحدود بحكي ميو شو بدا تساوي ايه متر في نيوتن في سكنت على متر تكريب الميتر معها متر تربيع فنيوتن دول تكنتا متر تربيع هذا اللي طالع معي هون لا لا ايه نيوتن دول سكنت على متر تربيع شو بالكيلو جرام من وين اجت نرجع نرجع انا بعرف النيوتن انها كيلو جرام هيا تبت متر على سكنتربيع كيف ان وقتتها؟ تبت متر تربيع سكنت تربيع مايضة تربيع سكنت متر تربيع ومتر تربيع أين يتقر من متر تربيع ككتبها كيف تعرف طب انت تعال هون اقسم على الرو احنا حكينا انه V هاي V small يميو على الرو شو قلنا وحدتها كيلو جرام على متر ثقند والرو شو وحدتها كيلو جرام على متر تكعيب حولا لا كيلو جرام مع كيلو جرام بتطير المتر تكعيب بتطير فوق والمتر هاي بتروح المتر تربيع ثقند يعني هاي اشتقاق الوحدات يعني انت مش تحفظ بكر تشتاقهم يعني تضرب منك دقيقة بانتهان حتيب الآن انا اعرف شغلي انه كل ما زادت ضد ضد الحرارة بتقليل لزوج اكيد يعني انت العسل اذا كان بطيع سخنته بصير بصير ايش سريع الغازات بالعكس كل ما زادت ضد ضد الحرارة بتديد لزوجة الغازات لانه بصرف عندي تبخر تبخر فبتتكون عندي ساعة مثلا ثم الغليكويد كل ما زادت ضد ضد الحرارة بتقليل مثلا نيوتون الفلويد هي امثلة الامثلة عليها الماي الهاواء الزعبات البنزين الكروسين هذه هي هاي اما اننا نيوتون الفلويد ما فيش عليها امثلة لانش انا بتتمد على حسب السائل وين موجود احنا دراستنا راح تكون نيوتون الفلويد يعني اشياء مألوفة علينا ثم فهذا بحكي لك نيوتون الفلويد في علاقة ردية او علاقة خطية ما حكينا ميو في دي و دي و ي بين الشير سترس و والفيرلس تقريدان أو الرات أو في شير والسلوب فيه ثابت ما احنا حكينا دي و ع دي و ي السلوب والفسكورسيتي ثابتة اكيد الفسكورسيتي ما بتتغير اما بدنا ان نيوتون الفلويد بيكون عشكل كارف بتتغير اللزوجة بتتغير عندي من الساعة الواحدة تتغير اللزوجته اما هذول نيوتون الفلويد فبحكي لك هون نيوتون الفلويد لنير ريشينشيب بين شيري سترس ناس ما حكينا هون نان لينير نان لينير اذا مش شرط مونحنا الوزوج يكون لينير ردو اطبق العلاقة فيه معي و يمكن يكون كارف او ممكن يكون يعطيني معادلة كارف و احسب عادي ما احنا حكيين دي و ع دي و اي انا اشتغط ليو بالنسبة ل اي نحل هذا السؤال هذا السؤال يعني فيه استاتيك و ديناميك و فيزياء بس مش كثير صعب بقول لي أبورد واحد متر باي واحد متر عندي هاي الصفيحة هاي مساحتها واحد بواحد نهي هيك لجوه واحد وهي واحد تمام؟ مايليش طولها وزنها 25 نيوتن داونوذ انكلايند رام زاوي 20 و دا فروسة 2 سنتيمتر لكل سكند بورد اس بردات رام باي اثن فيلم في عندي انا هاي عندي هون رامبة و عندي هون بورد تمام؟ المسافة كثير كثير صغيرة عندي زيت عندي زيت هاي الصفيحة بتنزل يعني انا فعليا عندي الارض هي الصفيحة الثابتة والبورد اللي بتحرك هذا هو الصفيحة المتحركة وتسائل اللي بناتهم هاي اللي انا بحركو هاذ هو الزيت تصار زي اشتقاق القانون يعني بطبق القانون تبعه U or D Y بحكيلي الفسكوسية تبعتها 0.05 ماحدد لنوع الفسكوسية هاي دايناميك او كايناماتيك انا من الوحدة بعرف انه هاي وحدة الابسوليوت في الكثير تقول لك هاي اللي اتجفك تمالش فيها بقول لك حسب المسافة بين الفراغين يعني ندي المثل الرسمي بحقي الاوضح لو انها افقية لو انها افقية عندي هاي الصفيحة تمام؟ و عندي انا هاي الارض و هون في عندي ذيت انا هون عندي ذيت هو بدو هاي المسافة Y تمام؟ معطيني الفلوسيتي تمام؟ و معطيني الاريا اه معطيني الوزن يعني زي اللي يعطيني الفورس يعني زي اللي يعطيني الفورس بقدر اجيب الارتفاع اللي عشنا أنا بدأ طبق قانوني كارسترس بتلاوي ميو دي يو دي وان او بأمي شير استرس هو فورس معا اريا اللي اريا معي الفورس معطيني الوزن ميو يعطيني الوزن لا تتحدث عن عندي مجهولين بالمعادلة لا طبعا ما عندك مجهولين ببساطة انت فورس ما يطبكي اياها فورس الاحتكاك انا اذا الجسم بتحرك هيك عندي فانا الاحتكاك عندي هيك يعني انا هون الجسم عندي بتحرك هيك فالاحتكاك عندي هيك فانا ابدى اجيب القوة الافقية هاي اجيبها من ايام دينمك احنا منعرف انه لما كن عندي سطح مائل شو بعمل؟ افرث المحاور مائلة انا في عندي هون عندي هون عيندي هون عندي هون بخلص الوزن هون خمسة وعشرين. ب ديهاي بصر عندي خمسة وعشرين تاين هي لعشرين. وبدت لقوة الاحتكاك عندي هي عبارة عن هاي واللي هي نفسه خمسة وعشرين تاين الى عشرين هي الاف هي الاف شيرة. وهي الاف احتكاك. الاف خمسة وعشرين تاين الى عشرين. الارية واحد واحد. بتاوي ميوم يعطيني بوينت او فايف. بدي اياها. ديو هم يعطيني اثنين. اثنين سنتيمتر لكل سكند. انا لازم اخليها متر. يعني شو عمل بقرب. بعشرة قوة سالة بثنين. يعني بقسمها مية. من اول فيديو. من اول فيديو. بديو شو بعمل بطلع قيمة دي واي. بطلع قيمة دي واي. طامعي بالرقام الكبير للصغير. اصفار كذا. فانا بضرب بألف عشان نخليه بالمليمتر. يعني بالامتحان ونمكن ما تلاقيها. انت كيف بتعرف. بساطة يعني اضرب بألف. بالمليمتر بص الرقام منطقي. ولاحظ المسافة كثير صغيرة يعني. بوينت واحد مليمتر. اكيد يعني مبين معك انه المسافة صغيرة. نعطي المثال ثاني. بيقول لي. The density of the oil 850. Find the relative density. الشيخ Lou heritage. والجوة المنسبة هي هي Jих brig. تمام؟ correct? القلب ال relative density. وطالب الكيناماتية في السكو سيتي. الكيناماتية في السكو سيتي اللي هي ميو ع الرو. معطيني الدائم منك في السكو سيتي 5 في 10 قوي 3 خلاص. stuck. الكيناماتية في السكو سيتي الدائم ستكون عندي 5 في 10 قوي 3 الرقام به السكو سيتي. السيطر. كي بالكراري ال relative density تقوber كثافة السائل وكثافة المي خط الصؤال وهي كثير سهلة تمام سؤال 200 ملي متر 750 ملي متر يعني هاي الصفيحة ابعادها ابعادها زي هيك 200 ملي متر 750 ملي متر تمام الثلاث وث اويل الثمانية خمسة ميطاني اياها دايناميك ماناتو موري تمام اوظر الارد سيرفز شون بده قيمة F فلستي واحد بونت اثنين والثيكنس بتوين الطفيختين بونت ستة ملي متر تمام من يجب نرتب المعطيات ميطاني الميو وميطاني الديو او اليو بشكل عام واحد بونت اثنين متر لكل سكن ننتبه الى الوحدة وميطاني كمان وننتبه الى الوحدة الميو ننتبه الى متر تربيعة او كيلو جرام على متر دور سكنت معناته مرتبه ميطاني الديو 6 ملي متر شو بعمل يعني بقسمها على الف نحولها الى متر يعني بضربها بعشر قوة ثالب ثلاث انا عيش عندي قانو بطالب من الفورس ومعطيني الاريا بونت سبعة مش ميطاني على بونت تو في بونت سبعة هو ميطاني 200 ملي متر 750 ملي متر تمتها على الف يعني ضربت بعشر قوة ثالب ثلاث فطلعت معي بوعت اثنين في بونت سبعة هاي هي الاريا مش طالب مني طالب من الفورس انا بعرف ان الفورس على اريا اللي هي الشير سترس ميو ديو و دي واي يلا الاف ديها الاريا هيها الميو هيها ديو هيها والدي واي هيها يعني تطبيق مباشر تطبيق معي ميتين و خمس و خمس و خمسين طبعا نيوتن ليش نيوتن اللي عنو عن الفسكوستي نيوتن طبعا انا مكنت الفسكوستي كيلو جرام برا ضدتو لعناتي كيلو جرام ما بفرق معي ما بفرق معي دير بالك ميشفه نفس السؤال السابق ثمان هنا اما في ترك ثاني ميقولك ملي متر محلل ملي متر ميقولك في عند صفيختين بيثات المسافي بين هم 16 من اطخي هم وطحab الرسمي معبايات معباى 30 Western البرجة الابلوكيتنج اويل خمسة واثين درجة سيلسيوس هاذ وزيت طب هذا اللزوجته اللزوجته بتكون بتداول الكتاب او موطوه في الانتحان فانتا لا توكلها منها اللزوجة ثابتة من انا جبتها من التداول كمتل بوينت ثمنتاش يتخاف منها يعني كل وقت ازا فورس ريكورد بوينت اربعة فين دي هون بليت هايها بالنص مساحتها بوينت اربعة متر تربيع جاهز في جدان التحويل بقول لي اذا السرعة اللي مشاتها هي بوينت اثنين خمسة لكل سكند ثاب البلايت كانت بالنص اذا الفراغ بقول لي يعني اذا انو عندي البلايت هاي كانت بالنص على مسافة متساوية والفراغ الثاني اذا كانت تي هاي تي خمسة مليمتر ما بالنص على ماyr عدد الآن بكل بساطة هاي الصفيحة اللي بتتحرك عندي هيك تمام؟ هاي الصفيحة لاتتحرك عندي هيك هذه الصفيحة لممثر عليها سائل من هون وثال وممثر عليها سائل من هن يعني هاي قاعدة بتقاون شير السترس من التحت وشير السترس من فوق نفس السائل نفس السائل بالتالي في عندي شيرين وسترس شير الكلة وشير السترس من مائن وشير السترس من التحت وشير سترس من فوق في فكرة إذا كانت الصفيحة فوق هимости سائل بعد تحتها سائل في التالي فقد تتالي إلى ه table stres العكس هذا المثال هذا المثال الصفيحة ليتتحرك بهوا بتسائل فالهوى ما ليه إله وجوده هاي الفكرة هاي الفكرة يلا بحكي الفورس اللي بدي إياها هي F1 بعد F2 طبعا على الاريا الاريا نفسها نفس الصفيحة يلا بدأت تساوي ميو دي يو دي يو يلا ميو ثابت بوينت 18 الاريا ثابت بوينت 4 دي يو دي يو خلص الكلية لا يوجد يعني بضرب الناتج يعني أنا هاي المقام بحط دي يو يعطيني هي مسافات متتاوية اللي هي 8 ملي مترة 8 لماذا هي فيلستي فيلستي بلستي سؤال ربع مترة لدي هذا و ديو معطني إياها 8 ملي متر 8 في 10 قوة 3 8 في 10 قوة 3 بجمع حذر الرقمين بضربهم بالاريا بضع معي ايش اللي انت ربتم بالاريا من هنا انا اشير استرس هو ميو ديو ع دي واي بتتلي لو هاي فورس على اريا شير الاريا من هون احطه هون هذا اللي صار عندي بتتلي ايش صار عندي طلعت انا طلعت انا الفورس التوتال الفرع الثاني حكي لي ذاتي 5 ملي متر يعني هاي بتصير 5 و هاي بتصير 11 فرفتنا 11 بساطنا هاي 16 هاي 5 قدر جزار من هوق 11 بس هاي وشير استرس لهو وزاد الثاني اس وان انه 8 ملي متر الفورس بتساوي ربع ثمانية ربع ثمانية بطلع من 4 نيوتون اذا كانت مختلفة اما اهم ان شاء الله اضل علي مثالين للزوجة المثال هاذ بيقول لي بيقول لي هو عبارة عن بحكي لي عبارة عن سرعة معطيني السرعة بتساوي ثلاثة يعطيني السرعة ثلاثة يعطيني السرعة كاقتران هاي الفلسطيكا اقتران من زي هناك معطيني الفلسطي المسافة هون معطيني الفلسطيكا اقتران تمام بيقول لي مصر 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 ونطيكا يقف يعني بحاولة النظام الثاني معطيني الفلسطيكا ونطيكا هاي مصر بحكين ثلاثة بحكين مصر مصر لاحظت السرعة في مصر بحكين 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 عم دائما لما يكون عندي إنش وبتحولها لفيت بقسم على ثماش بقسم على ثماش لأنه الواحد فيت 12 إنش فتالي الواحد واحد اثناشر فيت تمام يقول لي اوجد الشير سترس اكتنق ان ذا بطم اتذول بده شير سترس هون بده شير سترس هون تمام هو بحكي لي انه الواي بتفلش من هون يعني هون عندك صفر عندك هون سالب اتش عندك هون اتش بده الشير سترس بده شير سترس ثابتة. بلتل واي باشتقها. بلتل واي باشتقها. شو بعمل اشتقاق رياضيات عادي. هي بعوضها بوينت او فور. وهي باشتقها. وبعوض المسافة سالب اج. يلا. الاشتقاق عندي. يعدي واي تلاذ بي. سالب اثنين واي على اج تربيع. بكل بساطة. واي تربيع. على اج تربيع. سالب واحد. هيك الاقتران عندي. يلا. هاي ثابت بتظل برة. البر زي ما هي الواحد مشتقاق صف. وهي بتصير سالب اثنين واي. عاج تربيع. على اج تربيع. هذه الاقتران. سالب في في واي عاج تربيع. طب وان راحت الاثنين. الاثنين هي مع الاثنين هي راحت. وبس. عوض انت هسا عوض سالب اج. عوض السالب اج فى تلات معين. شيريسترس اربعة تراش بوينت اربعة. بالفرعة الثاني طالب الشيريسترس بالنص. يعني هون. طالب الشيريسترس هون. فشو بعمل عوض ال y 0 كم يشيري سترس ويصبح يشيري سترس شيري سترس فبس تنتل دائما عند الماكسيمم فلوسيتي بكون عند الشيري سترس 0 دائما ماكسيمم فلوسيتي شيري سترس 0 وكما عند الوزيتي بالمتحد تكون 0 عند البطن مبثور بقيت الفكرة هيدا اشتقاق طلع الحال معاك بتشوف امورك تكون كلها تماما قد سترس ولاحظ دائما ال H وكترنا 11 انها بالإنش من 12-13 رجاء تقول لي هذا السؤال نفس السؤال الماضي نفس السؤال السابق بقول لي إذا الفلسيتي هي اقتران 0.68 Y نقص Y تربيع نفس الفكرة بقول لي اوجد شيري سترس على مسافة 0.34 يوجد شيري سترس عند 0 وعند ثلاث 0.34 شو بعمل بحتق اقتران السرعة بالنسبة ل Y 0.68 نقص 2Y عند مسافة 0 قد تكون D U A D Y بقيت ثمانية شو بعمل شيري سترس وميون في D U A D Y طرعت معي هذه القيمة عند مسافة 0.34 بالمنتصف مقصود فيها طرع معي 0 وذلك ما حكيت أنا دائما عند الماكسام فلسيتي تكونين D 0 تمام ان شاء الله هذا الموضوع يكون الفيديو المشروعات السريع في بارت لحادة ونفوت بالدرس لبعضه نعطيكم العافية